نستمع معاً إلى بيان من مجلس الوزراء الكويتي ينعي مجلس الوزراء إلى الشعب الكويتي الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة مغفور له بإذن الله تعالى والدنا البار راعي مسيرتنا وقائد العمل الإنساني سيدي حضرت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميراً بلاد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت دولة الكويت بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجاز سطر خلالها صفحات مضيئة من التضحية والالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية ودعم قضايا العدل والسلام وكرامة الإنسان أينما كان وبوفاته رحمه الله فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء علما استثنائيا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات لا تنسى في خدمة قضايا بلاده والعروبة والإسلام ونصرة الإنسان وقد أسسه صباح الأحمد مدرسة جديدة ونهجا مستحدثا في مفاهيم العمل السياسي والدبلوماسي التي تقودها القيم والمبادئ والأخلاق ويشهد لها التاريخ نرفع أكفة الضراعة والدعاء إلى المولى القدير أن يجزي سموه برحمة واسعة ومغفرة حسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وعملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من قانون رقم أربعة لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت مبتهلين إلى المولى جلة قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمها النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة للكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف إنه سبحانه وسميع مجيب وإزاء هذا المصاب الجلل تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وأغلاق الدواء الرسمية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون